هجمات حوثية واسعة في الحدود بين محافظتي اللحج والبيضة تكسر حالة التهديئة العسكرية في الجبهات وتهدد بقطع الطريق أمام جهود تمديد الهدنة 27 قتيلاً وعدد من الجرحة حصيلة المواجهات والتصعيد العسكري بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وميليشيا الحوثي في الجبهة الحد بيافة الأنباء الواردة من هناك أفادت بأن ميليشيا الحوثي شنت هجوماً عنيفاً والتفافاً على مواقع قوات الانتقالي مخلفة عشرة قتلى وسبعة عشر جريحاً بحسب مصادر عسكرية ميدانية المصادر ذاتها أكدت سقوط طائرة مسيرة حوثية خلال الهجوم ومقتل العديد من عناصر الميليشيا وهو هجوم يعيد التذكير بتلك الهاجمات التي أطاحت بالهدن السابقة وطوت مرحلة من المراثول الدبلوماسي للأمم المتحدة والوسطاء الإقليميين كما يشير الهجوم أيضاً إلى إصرار الميليشيا على الخوض في استثمار الوقت لانتزاع بعض المكاسب الميدانية خاصة مع قرب التوصل إلى اتفاق هدنة جديدة طويلة المدى وفق المعطيات السياسية وهو تهديد لم يتوقف قادة الجماعة عن التذكير به خاصة بعد فشل جوالات مباحثاتها مع السعودية ورداً على هذا التصعيد قالت الحكومة إن ما تقم به ميليشيا الحوثي تحدي واضح وصارخ للجهود الرامية لتحقيق السلام مشددة على جاهزية قوات الجيش للتصدي وردع هذه الأعمال لا يعرف مدى جاهزية الحكومة فعلاً لأي تصعيد عسكري محتمل وهي التي تفتقد القرار كما تفتقد الوحدة وتواجه خطر التشضي بفعل التحالف الداعم لها لكن الأكيد والثابت أن خيار الحربي لم يعد متاحاً للجميع وبدأ أن الطرف الرافض للسلام استثمار الوقت لانتزاع ما يقوي أوراقه التفاوضية على الطاولة